صباح الخير او مساء الخير يا بركة الكوس. دي الفرق العطفية. اللي نسحب الورقة احنا نفسنا. عشان ايه? عيب. عيب انا 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 مش اوليلة. انا مش اوليلة في البلد دي. عيب. مش بقولها خايف منك. خايف منك. شاكك فيك. خلص بنسبة ناس المية عبقاطعيا شاكك فيك. شاكك فيك قوي. يعني ده ورقتين يوضحان المعنى ويؤكدهم. شاكك فيك جدا. وخايفك خايف. شايفك هو مش شايفك ان انت بتخدع. بس انت عملت مع الحركة انت ممكن تكون. بالضبط عملت كده. انت طنشته. وعمل بقى تنزل في صور ومهتم بحالك. الاول. لو انت ولد عمل بقى تغير في شاكلك وبتلبس وبتتزوق اهو حططل الكوفية بقى. وانت بنت عملت تزوائي وحطك برميطة. وحاسس بان انت. هتخلع منه. هتخلع حرفيا. كنت هتخلع بي. وتروح بقى لحد تاني. خايف منك قوي. خايف منك قوي. يشاعر بان انت هتقلب عليه مرة واحدة. هتديه حطة الم على وشه يفوقه. يقول شاكلك فيك يعني. الوقفة دي وقفت. وقفت ناس هتلمي حاجة. يشاكلك فيك قوي. وخايف ان انت تسيبه مرة واحدة. خايف قوي ان انت تسيبه مرة واحدة. وبصه وبصصلك ازاي. خايف منك. على فكرة يا برج الخوص. انت ظهر ان انت فعلا سبت. سبت وتكلم مع نفسه كده. انت سيب السيوف. وهو شايفك ان انت مشيت. ده مش انت. ده ايه ده انت. اللي سيب السيوف ومشي. هو بصصلك. وبصصلك. وبيقول لك انت هتعمل ايه. هو خايف منك قوي. وبيقول لك انت هتعمل ايه. هو هتكون هتقطبت بحد تاني. شا حصل ده. ممكن تكون هتتعامل مع برج هوائي. او مائي. سرطان برضو. سرطان عندي هنا وميزان. وهوائي اتنين هوائي هنا. فخايف منك قوي يعني. حاجة يعني او ما نشوف شخص شككت شخص قوي جدا. وبيتصنت عليك حاليا دلوقتي. دلوقتي هو عمال يجمع عنك معلومات. ونشوف بقى تاني ايه رايح في الممكن تكونوا قطيين مع بعض ببالك وفترة. ولكن انتوا مع بعض ع السوشيال ميديا. لكن هم برأبك بقى. ميته ايه? دنيته صعبة قوي. دنيته. ميته يحسبك على كل حد. ايش هصلي ده غيور. غيور قوي. مش عارفة ليه حسنت كده. والكينج اوف سوردس والكينج اوف سوردس. الكينج اوف سوردس شخص اصلا بيخدم مشاعره مواطنك وان خدم مشاعره. وبيدي كلام بقى. بيدي كلام ولكن كلام حق. كلام حق. هو حاسس بان انت لعبت عليه. انا خايفة يا بوربالكوس تكون جيت اه بكحالها قمت عانيها. حاجة زي كده. يعني انت جيت تخليه غير عليك عشان يرجع تاني مسلا. او متزدت معك في العلاقة. فقمت مسلا اه انت مسلا ضفتي اليد مرة واحدة. نزلت صورك مرة واحدة. بتخايف يكون انت لقبت عليه. بتبعادي عليه. لان انت بتكلمي ناس كتير ممكن تكوني عاملتي الحركة دي. فهو عايزي من ايه? عايزي حسبك. عايزي يمسيكك كده يحسبك كده وفي نفس الوقت يضربك. يعني يحسبك وضربك. مالله. مية خير. مية خير. لان الكنجرس بس والله مش متفقل. مش متفقل على حتة ان هو مش بيحبك. بيحبك جدا على فكرة. بس هو شخص شكله عنده حب التملك. هو حالين نسينا نعرف. هو حالين في حياته بيتوازن على فكرة. وهذا الشخص على فكرة ممكن يكون بيعمل اعمال خير حاليا. ممكن يكون بيعطي او بيشتغل في حتة بيساعد فيها ناس او حاجة زي كده. يعني هو حالين متوازن يعني ولكن مش عايزك تمشي يعني هو شايفك ان انت مشيت وزي ما تكون عدام ما نهدوشه العلاقة وانت راح تفطيبك اللي عم نستنى انت راح فيه. انت عد سيبني وتمشي بلاي. اللي يطوي يعني اللي هو انا هولع فيك هولع فيك او هولع فيك حاجة من الاتنين. زي علام منك اوي. زي علام منك اوي وجرائك. زي علام منك اوي وجرائك. ادموني هنا مع كينج اف سردس لان اوضحت كينج اف سردس. نيته مش باين بصراحة. هو مش باين نيته. بس هو زي علام اوي. وعايز بس ام. يعني شعر اريض يعرف الحقيقة هو اول او او شاكل فيك اوي انا مش عرفة ليه شاكل فيك اوي كده او شاكل فيك ايه عاجة من الاتنين. عايز يعرف في ايه بي حصل من وراء ضهر. وبو شعر باني فيك حاجة بتحصل وراء. اولى ببولك بيصيص لك وبقولك اللي انت عجديني لدهري انت. عاجز من كده. شعر بانتك بتعمل حاجة من ورا ضهره. وعايز يعرف باقي اللي بيحصل من ورا ضهري بالزبط. حالا قولي اعلم كنت فيه. قولي حالة كنت بتتكلمين. اديني اكاونت الفيس بوك اشوف ايه. ممكن يكون هذا الشخص يحب التملك. او معنوش يوم مرحميني في الاعتبار الى علاقات. معنوش النقطة دي. يتبقى معي مزبوط وتحت عيني خواصة. فانويته غريبة شوية. انويته غريبة شوية. طب هو نوع على ايه? انويلك مية حلوة. انويلك يتحاسب بيحاسب ويجي الناس تفحاسب. الشخص ده متسلط. متسلط على الطرف اللي بيبقى معي. طيب. طيب. طيبين تلاتة اربعة خمسة ستة. بص بقى من الاخر فيها الاختيها. هو مش هيسيبك. مش هيسيبك. انشان? عدي بقى اعتبارها يا بابل كوس ميسج. ميسج مني كده بوصل. هو بقى. الشخص ده مش هيسيبك. لو انت بقى عمل الحركات دي عشان تجيبه تاني فهو جاي لك. بس هيجي الاول يبطش وبعد كده يقولك تهالة بقى. الشخصية. رئيسة عصابة. بس مش بالمعنى الحرفي. ما بتسيبش حاجة هيعزها زاكية جدا. والو هيعرف يرجعك التاني للعلاقة دي. انت زي ما قلتلك انت مشيت. انا عرفت وعرفت العلاقة دي. انت مشيت وزبتوا او فصلت معي. ما بتوش تكلموا بعض مصلا. وعمل بقى تحلاوه وتنزل في صور وتنزل في صور وتكلمي ده وتكلمي ده وتهزري معرفتكم. ايه ده? ان تلتك زرق. تعاين بقى. هو مش هيسيبك. يحبك ازي. يلا. يحبك جدا. جدا. ولكن هو ما بيحبش. الطرف اللي معاي يبقى بايد عنه او بايدها نعينه. ما هي يعني تحت طوية. هو شخصيته كده. فلو انت او انت متضيقين من الشخصية دي فهي مش هتتغير. هو كده او هي كده. شخصية بتحب اللي معها بتاعها. او بيحب البنت اللي معها بتاعته. لكل بساطة. فهو نوع على ايه? لا ده نوع اللي هو بص نسيكلة العصاية. وبيقولك تعالي بقى تتقملي ايه? تعالي بقى تتقملي مين ده ومين ده ومين ده وليه? مساحية بقى كل اللي عادي تصدق. فضاني اني غير ما تتكلمني. يقول انه بحبك اوي. هو اصلا مش شايف الحب غير معك انت اخلي بالك. يعني برغم انه هو قاسي ممكن يكون كلام حيات في في انه يعاتب وكده. ولكن هو بحبك. حبك اوي كمان. تتبص بقى النصيحة بتاعتك. النصيحة بتاعتك حلوي يعني. النصيحة بتاعتك قوع تتحرك. خليك زي ما انت. بص يا رجل الخص. الاتنين دول بصين اللي قدامه متقنعرين قوي. خليك متقنعر. يعني فهموها بقى متقنعر. متقنعر او متكبر. تتبص ما تتكبرش يعني او ما احلاوي. لو انت بتحلاوي احلاوي زيادة. الشخص ده لو انت عايز يرجعلك لو هو فعلا مش راد يرجع او يعني بيقول مسلا عادي ترجع ما ترجع فهو مش هيرجع لبالطريقة دي. تقريبا تقريبا الله انتو عارفين شخص ده بيرجع. بيرجع لما بتحلوه وتنزله صور وكده. بص هو بيحبك. بس هو تقريبا يعني بيجيله حالة كده ان هو بيقفل مرة واحدة. فخليك زي ما انت. اتميك براحتك ايش حياتك. ايش حياتك. اذا الشخص مش هيسيبك خلي بالك. بس ايش حياتك. ما تبصوهوش. همي الناس بيش حد بالك. ايدي بعت رسالة ايدي 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 انا مش هيسيبك يا ليس بالمعنى الاضحة يعني. فالمسيحة بتاعتك براحتك. وكمان المسيحة دي ممكن توحي بطريقة تانية. لدي انا حاسة ان المشكلة هنا مشكلة غيرة. اكي. وممكن تكون انتو اتخنقت من الغيرة دي. فخليك نشوف النصيحة بتانية. انا صحة ممكن تقول تحربي من الغيرة. اه دمون. لا مش معناها كده. اه الامرس اهو جالك الامرس اهو. بص يا برج الكوز. خليك غامل مع هزا الشخص. هزا الشخص اه انا هفهمك بقى شخص ده ايه. شخص ده بيحب الشخصية او البنت الغامضة. اللي متكشفش اوراقها كلها. اوكي من الورع كده. بيانجاز بقاوي للبنت اللي هي صوره كده. بصوه عامل ازاي? بالزبط كده. يعني لو انتم مشين دلوقتي على انكم بتنزلوا صور ومحلوين بقوا ومتمنى بشكلوك وكده. خليك زيما. بتتحرقش. خليك لغامضة. ما تكشفش مشاعرك لعيز الشخص. الشخص ده ما بيحبش كشف المشاعر. بيحب البنت اااااا اقول لك على حاجة ما بحب البنت اللي هو انت في مطاءة لن. يلا. ده ورق ده عيز الشخص كده بينجاذب للنقطة دي. اوكي فخبي مشاعرك اي مني نفسك مش هضغيق بك نعم وهو هيكي هيصمم عليكي اكتر لا اكتر ولا اي ده قلب المرش واستمتع بكراه فديكوعة حلوة يعني مش واشي خلينا طب نشوف اه عايز اتأكد بس من النقطة مش بقول لك يعني انا يا ربي انا مش عارف اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه نفسي اعمل ايه نفسي وخبي مشاعره تبقي لازم افصرها بس انا فصرتها من غير ما انزل لبقى شوفت نشاطر ازاي بقى امره شخص ده مخبي مشاعره وعمل نفسه بقى مش همه تيجي ما تجيش انا كده كده رايح يلا خليك ازاي من انت ما تتحركش تسوى تسوى لو عملتي مانيكير في ايديك نزلي سورة قولي الله مانيكير اه جودي وتصبع على خليه حدايبي وعملي لايف وتحكي مع ده وتعالي هو بيجي بالطريقة دي هيحس بقيمتك بالطريقة دي او خايف منك على فكرة وعلى فكرة الشاعر بانك هتروح ترتبطي وحسس بك ده وعملت حلوي بها ترتبط مش هسيبك وهيجيلك بس هلديك الكلام قوي هيقولك انت استغفلتيني او بتستغفليني واوا 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 بس هو قلبه طيب بسراحة مش ريفه شخص وهيش يعني في المشاعره من جواه وشخص مستقيم يعني مش ريفه شخص مش مستقيم مشاك شخص على فكرة من يكون مسؤول كمان فم نسيبك القوص وميحب تكون يقرأ عاجبتيني رب يا 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 رب